قال إن الله أرسلني إليك وأمرني أن أقرأ عليك صورة البيينة قال سماني في الملع الأعلى الله سماني يقول أبيب الكعب يقول أنا سماني كذا في الملع الأعلى قال نعم سمك فأخذ يبكي يقول ابن كيم هذا بكاء الفرح خلاص ما يقدر يعبر الله يسميك في الملع الأعلى الله عند الملائكة عند جبريل وميكايل وإسرافين يقول يا جبريل انزل إلى محمد صلى الله عليه وسلم ويذهب إلى أبيب الكعب يقرأ صورة البيينة علشان تثبيت له ليكون سيد القراء شهادة براءة على أنه الأول في القراءة على أنه المرجعية على أنه الإمام في هذا الفن إلى يوم الدين فماذا فعل أبيه؟ شوف جزاء الشكر خصص وقتاً من الأوقات قيل بعد صلاة المغرب كله صلاة للنبي صلى الله عليه وسلم ويخلط حيناً بدعاء له فذهب إلى رسول الله عليه وسلم قال يا رسول الله كم أجعل لك من صلاتي؟ أنا عندي وقت أصلي فيه دعاء كم أجعل لك في الترمذي وأحمد؟ قال ما شئت قال أجعل لك الربع ربع الوقت قال نزيت فأحسن الثلث قال نزيت فأحسن قال أجعل لك رسل قال نزيت فأحسن الثلثين قال يا رسول أجعل لك صلاتي كله علي دعائي قال إذن يغفر ذنبك وتكفى همك جزائك على الله إذا صليت على رسولي عليه الصلاة والسلام أن يغفر الله ذنبك ويكفيك همك والله جربتها أنا العبد الضعيف وجرب منه أصلح مني ووصاني علماء وصاحبه قال تبغى ينكشف الهم دوام على الصلاة عليه الصلاة عليه الصلاة والسلام إذن يكفى تكفى همك ويغفر ذنبك طيب إذا كفاك الله الهم وغفر ذنبك ما هو ماذا بقي بقي في حاجة أعظم أن الله يغفر ذنبك ويكفي كمة بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم